الحقيقة فكرة تمديد الهدنة كل دقيقة أعتقد بتعني كثير بالنسبة للفلسطينيين نظراً لما شاهدوه على مدار الأيام السابقة أكيد حتى دقيقة واحدة بتفرق مع إخواتنا في قطاع غزة لكن بيخرج سؤال آخر وهو ممكن زي ما نكلم في بداية أنا وشاز لي فكرة التصريحات المتضربة البعض يقول أن اليد الطولة هي للمقاومة الفلسطينية والبعض يرى أن اليد الطولة هي لقوات الاحتلال الإسرائيلي وإحنا أمام دلوقتي الورقة الأهم بالنسبة أو مع المقاومة الفلسطينية وهي الأسرة أو رهائن العسكريين وأيضاً حاملين الجدسية الأمريكية شايف إيه لا يحصل الأيام القادمة يعني الوضع بشكل عامل زي حديك تحدثت أنه ربما نخرج في هدنة لمدة شهر لا هو الهدنة لمدة شهر ستقود إلى وقف كامل لإطلاق النار بشكل دائم ومستمر وستقود إلى رؤية سياسية يعني الآن يتم الحديث فعلاً ويتم التفاوض ويتم صياغة المسألة الخروج من اليوم الأخير للهدنة اليوم السابع ربما طبعاً الهدنة تستمر حتى ثمانية أيام حتى عشرة أيام ولكن يعني التقديري وقراءتي ربما أكون مصيب ربما أكون مخطئة لكن المعطيات التي بينها داي يعني أتمنى أن تجعل قراءتي لوضع قراءة مصيبة وهي أننا سوف نخرج من أيام التمديد للهدنة نحو هدنة تستمر لمدة شهر خلال هذا الشهر يتم صياغة رؤية متكاملة لوضع ما بعد حرب غزة طبعاً هناك قراءات كثيرة وهناك كلام كثير يطرح وهناك أفكار كثيرة تطرح ومراكز الدراسات الأمريكية والغربية والإسرائيلية وغيرها تتحدث عن صياغ عديدة لكن بكل الأحوال ليس مقبول على المستوى الوطني الفلسطيني وأنا عندما أتحدث بكلمة المستوى الوطني الفلسطيني لا أقصد طرفاً بعيني أقصد الكل الفلسطيني سواء على مستوى القيادة الفلسطينية القيادة الشرعية والتاريخية الفلسطينية على مستوى جماهير شعبنا وعلى مستوى كافة القوى السياسية ليس مقبولاً الحديث عن أي مستقبل لقطاع غزة وأي مستقبل لوضع ما بعد حرب غزة دون الخروج بالفعل نحو الحل النهائي والمتمثل بإعلان قيام الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس الشريف على كامل أراضي الفلسطينية المحتلة والآن هناك أصوات فلسطينية كثيرة وأصوات عربية ومدعومة طبعاً بالصوت العربي الأقوى صوت مصر بأنه يلابد من نيل الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية المستقلة كعضو كامل عضوية في الأمم المتحدة حتى لو تم الإعلان عنها كدولة تحت الاحتلال وبالتالي البدء بالحديث عن تسوية سياسية عادلة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية لأنه كفان عذاباً على المستوى الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر